طيب نحن حقيقة في بعض الأسئلة وصلت لنا يعني مكتوبة بيتحدث أحد السائلين عن الصلاة في الصفة الأول وأجرها يعني مرات ما بيتمكن هو يصلي في الصفة الأول ولا في الصفة الثاني وفي وارد أن الصلاة في الصفة الأول عندها أجر عظيم هل لو صل في الصفة الأخيرة أول قبل الأخير هل أجره ينقص؟ نعم المقصود بالصفة الأول هو زول يجي مبكر ويلقى محل فاضي في الصفة الأول هو يقعد وهذا الأول يعمل كذي جي بدري يقعد في الصفة الأول سوابة عظيم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصفة الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه يبقى الصفة الأول لأنك تفكر تجي ما تجي من أخر يوم الجمعة يتخطر رقابة يتخطر رقابة لقد ما يوصل للصفة الأول جي بدري إن أ Together مكان في الصفة الأول وصلي في الصفة الأول سوابة أكتا وفيه كمان الحديث إن الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف أفضل حتة في الصفة اللو واليمين الإمام وبعد ذاك الناس بتدلز الناس ما يجيفه أول ما الإمام مقام الصلاة الإمام يتقدم الناس يكونوا وراء الإمام على جهة اليمين شوي وينشروا شمال اليمين لقات ما يملو للحيطة الناس اللي يجيب بعده ما يجيب في نهاية الحيطة ليجيفوا وراء الإمام على برض جهة اليمين ولو نفرين ولو نفر واحد يجيب على الإمام على يمين الإمام كده في الصفة اللول وراءه ما يمشي بالحيطة هنا وينشرمي وهكذا نعم ناخد أول محادثة هدفية معنا أخ طارق من خرطوم بحري مرحبا يا طارق نعم لو طارق ما معنا في الخطة الآن نحن نعود لباقي الحديث عن الصلاة في الصفة الأول فضل عزيم زولي بكر يجيب في الصفة اللول وهكذا كله ما تقدم في الصفة اللول يكون سوابه أكثر إن الله وملائكته يصلون على ما يامنا الصفوف وهكذا لغاية الآن نعم يعني بناء الصف يكون في بالنسبة للصلاة يكون من الوسط من الوسط وراء الإمام راء الإمام على يمين أي صف ولا صفة الأول فقط طبعا الصفة الأول والبعد إن شاء الله لغاية الصفة العشرين كلها تتباني من النص من النص نعم ما فيها نص صريحة للمسألة دي هاي ما طبعا ده ملا حديث نحن مختصرنا الموضوع نعم نعم طيبا نحن حاجة آآ في برضو سؤال آآ وصلت